اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الأسبوع الماضي وقبل شغلة كثير من وسائل الإعلام والناس هم من يشغلوا الحقيقة بخبر يقول بخبر صادر عن يعني يقول أو صدر عن رئاسة الجمهورية الحالية رئاسة الجمهورية أصدرت بيان قالت أنه رئيس الجمهورية الحالي الغالبية العراقيين اللي أعرفون اسمه والله المهم وافق على أصدر عفوا على رجل مدان لقضية سرقة مصرف صارق 180 مليار دينار وعفى عنه ومحكوم معرف مؤبد محكوم بكم سنة عفى عنه ويجب أن يخرج والدائرة القانونية برئاسة الجمهورية أصدرت يعني توضيح لهذا الموضوع توضيح لماذا وافق رئيس الجمهورية على يعني إطلاق صراحة أو العفو عنه نقول لا يوجد مانع قانوني من العفو بمنح العفو الخاص كونه جريمة من الجرائم التي يعني يجيز القانون العفو عنها جريمة الفساد البواب السرقة طبعا دعني أقول أولا نحن لسنا ضد هذا الرجل لسنا ضد خروجه لسنا ضد حريته لسنا ضد العفو عنه هو الرجل مريض يقوله أمره 65 سنة هذا كله وإن شاء الله يعني اللي حدث كان درس كبير إلى يعني وربنا يشافيه وعافيه قضية أخرى نمانع علاقة بقضية إنسانية نحن لسنا ضد هذا الرجل مرة أخرى أقول قضية ليست قضية الرجل لكن قضية قضية العامة الإطار العامة الذي يتحدثون به لأنه هذه القضية لها ما يقابلها هم يقولون لأنه هكذا فسروا وكون المدان مصاب بمرض السرطان شافاه الله واشتكه يعني وتنازل المشتكي عنه ها أمام محكمة جنح الكرادة من المشتكي عنه يعني البنك راح تنازل ما أدري ولأن المدان تجاوزت خمس ستين سنة من عمره كله طيب ماشي ومن حق رئيس الجمهورية إذا كان رئيس جمهورية حقيقي مو هذا اللي منعرفه بغض النظر وإذا كانت هناك دولة من حقها وبالقانون الدستور يجيز لن يعفو عن الكل ماشي وبيض السجون من حقهم أيضا هو كيفه هو قناعته إذا كان القانون والدستور يسمح له لكن سجوننا بالعراق مملوء بالأبرياء وأهلهم ما خلوا باب مطرقوها ما خلوا باب مراحوا عليها وبشوا أمامها ومنطوا عرايض وقدموا التماسات وتوسلوا بالعالم وباسوا حتى أقدامهم لكي يخرجوهم وغالبيتهم مرضى هو بمرور السنوات وتمرض وأمراض مستعصية وأمراض سرطانية وغيرها وغالبيتهم وكثير من عدهم تجاوزوا أعمار السبعين والثمانين سنة ليش منطلعوهم؟ أبرياء كثير من عدهم لحد الآن لم يحاكموا لم يدخلوا محاكم لكن مذبوب كثير من عدهم تم تبريئتهم ويجب أخراجهم وتخرجهم السلطات لأنه يجب أن يدفع لهم آليتهم يعانون من الرمادي ومن الموصل حتى يذهبون إلى الناصرية كل شهر ويشبعون النسوان تشبع تحرشات وتشبع أذية وتشبع ذغيم وتشبع قهر ومذلة وأذية وكلام بذيء وسخيف حتى يوصلون يشوفوهم كم ازدغوا وقلوهم الله يغاكم اطلعوا وإذا شافوا هذا طيب ليش ذولهم ما أحد يعفل عنهم مهم يعني هذا العلاقي وهذا ما علاقي ما احترامنا وأقول مرة أخرى نحن لسنا ضد هذا الشخص الله يشافيه وعافيه وإن شاء الله درس بحياته وإذا كان هو سارك وكذا وأخذ الفلوسات درس بحياته لأنهم كلهم سراق الحقيقة لكن موجودين بالتعذيب اعترفوا ويعرفوهم بالتعذيب قالوا كل شيء جراء التعذيب وتحت التعذيب أقروا بجراء كبيرة هم لم يرتكبوها والكل يعرفوهم أشخاص عرضوا محاكم في قضايا مختلفة أساسا كانوا حتى عمرهم كانت ما تسمح أن يقوموا بهذه القضية ومع ذلك دخلتوهم وقسموا محكومين بالإعدام وتعدموهم طيب ليش ذول ما يشملون بالعفو يعني لأنه هالياتهم ما طرقوا باب رئاسة الجمهور طرقوا كل الأبواب ما خلوا باب ما طرقواها وأنا أعرف كثير منهم وهذا لا يقتصر على الناس اللي بالرمادي وبالفلوجة وبالموصل وخلوني أقول ما يقتصر على السنة يعني حتى على الشيعة ناصر هذا بحثي ذاك ما أعرف منه كافي 21 سنة من الإدلال والقهر والضيم وبحثي ذاك المصيدة شون تبنون دولة وانتبانيها على الدم والانتقام والمصائب والكفر والتعدي وهضم الحقوق شون؟ لا يمكن بناء الدولة اللي يبني دولة يبنيها على العدالة على التسامح على الطيبة على المحبة على العراقية وين روحكم العراقية؟ وين؟ ما شيء كل ذولة أذوكم وظلون تأذون بهم؟ وإلى متى؟ وكثير منهم أبرياء اتهمتهم بالأرهاب وغير الأخاب ناس مقاومين قاوموا الأمريكان ببيتهم جواب السجون لأنه قاوموا الأمريكان وانتوا الآن تنادون أمريكا عدوة الله طيب ليش مطلعهم ذولة؟ إذا أمريكا عدوة الله وانتوا ضد أمريكا ليش مطلعون الذين قاوموا أمريكا؟ ما هو هذا منطق شيء ما يشبه شيء هذا التناقض الذي تعيشونه الناس تعرف ترى تتصوروا أنتم مخفي تجينا فصائل تنادي إحنا هدى أمريكا وإحنا ضد المدرب منه وإحنا الشيطان الأكبر ما هذا الشيطان الأكبر أنتم نازل بهم بالسجون يموتون وتعذبوهم ليل ونهار لأنه قاوموا الشيطان الأكبر طيب ليش ما تطلقون صراحة؟ ليش ما رئيس الجمهورية يتعطف وشملهم بالعفو ماله؟ ليش قانون العفو؟ وصلتوا له قانون الجنسية هذا الجديد وقالوها بشكل صريح الله هو رح يمشي قانون العفو إذا ما تمشوننا قانون شنها الدولة؟ شنها المصيبة؟ شنها البرلمان؟ شنها الجنسية؟ لا إله ألا الله وتحدثون عن دولة؟ تحدثون عن برلمان؟ وسلطات تشريعية؟ وسلطات تنفيذية؟ كذب هاي؟ كذب عيب؟ يعني هذا قلب رئاسة الجمهورية يرف هنا ولا يعرف هناك يعني شنو يعني يعني العيون ويباوع هذا القلب وسيباوع باتجاهات أخرى ما فتهمة شنية لكن تفسيراتها شنو؟ عدكم هاي التفسيرات البوب تطرق ليل ونهار من هؤلاء يبكون ليل ونهار أمهاتهم ماتت أباهم ماتت زوجاتهم ماتت أولادهم كبرى أولادهم ماتوا وزوجوا وخلفوا وهم معقوا وأبناءهم كبرى وعام كارثة نحيش بكارثة وذولها مو واحد باثنين مئات الآلاف بالسجون وتحدثوا لي عن عدالة وتحدثوا لي عن عفو عام الناس من حقها ونرجع ونقول مرة أخرى كل حكومة كل سلطة شرعيتها من إنجازها وإنجازها يجب أن يكون عادل وسوي وبقانون وبعدم محابات وما ينظر يمنو يسره ينظر للناس كلها سواسية هذا هو القانون وهي العدالة وهذا تطبيقاتها أما طبق خيمنا وطبق خيسر وطبق هذا أخضر وهذا أحمر وهذا أصفر كارثة كبيرة جدا جدا وأهل العراق من يدفعون الثمن وقت هذه الحلقة انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة